من مدينة كونفيتري في بريطانيا ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقق الأنسان مرحبا بك سيد رامي تفاصيل المرصد عما جرى قبل نحو نصف ساعة نعم مساء الخير طبعا قبل نصف ساعة كان هناك قزايا صاروخية من الجولان السوري المحرر على الجولان السوري المحتل طبعا إسرائيل تقول بأن قزيفة سقدت في جنوب الجولان المحتل وقزيفة أخرى قد تكون دخلت إلى العمق الإسرائيلي لكن ما رصدنا هناك قزيفتين صاروخيطين على الأقل أطلقتان من محافظة القنيطرة في الجولان السوري المحرر باتجاه الجولان السوري المحتل لا يستردين معلومات إذا ما كان هناك إصابات لأن الأمر لا يتعلق بالنشاط المرصد في الجولان المحتل ولكن الواقع بأن القزيف انطلقت من محافظة القنيطرة من يقف وراءها لا أعتقد بأن حسب المعلومات التي لدينا من المعطيات جهة فلسطينية هي التي تقف وراءها وليس حزب الله لبناني أو ما تعرف بالمقاومة السورية لتحرير الجولان لأن تلك المنطقة ليست ضمن قطعات هذه المجموعات التي تنشط في محافظة القنيطرة انطلقت من منطقة غير مأهولة لا يجد فيها سكان أي منطقة قد يصل إليها حركة جهاد إسلامي أي مجموعات تلسطينية من السهولة أن تصل إلى تلك المنطقة وتطلق القصائف الصاروخية باتجاه الجولان المحتل طيب يعني مرة أخرى أستاذ رامي هذه المنطقة يعني من الممكن أن نصول إليها والتحرك بسهولة ومسالة الرضا عن مسالة إطلاق هذه الصواريخ من الجانب السوري نعم هناك بشكل قطعي بأن لو لم يكن هناك رضا لما تحركت هذه المجموعة التي نعتقد بأنها فلسطينية أو عامل مع الفلسطينيين في الأراضي السورية وأطلقت قصائف الصاروخية باتجاه الجولان المحتل لأننا نعلم بأن هناك حواجف أمنية كثيرة وحتى هناك حواجف أمنية لحزب الله لما يعرف بالمقاومة السورية لتحرير الجولان من المقابرات العسكرية أجهزة المقابرات جميعها لديها حواجف في تلك المنطقة طيب إذن مرصود لديكم في المرصد أستاذ رامي أي تحركات في الجبهة السورية الآن؟ يعني هناك في الداخل السوري هناك استنفار كبير يعني منشيات إيران وحزب الله لبناني سواء عند الحدود السورية اللبنانية سواء في البادية السورية وحتى في أقصى شرق سوريا هناك إخلاء للمقارات ومقارات الحرس السوري الإيراني جرى إخلاءها بشكل كامل في مدينة الميادين إلى منطقة لا نعلمها حتى اللحظة وقاموا بإذالة الكاميرات من بعض المباني في الميادين وأيضا أجهزة الاتصالات وأيضا اليوم كان هناك من غير المعتاد تحليف مكسف لطائرات التحارف الدولي في منطقة التناف أي في البادية السورية عندها مسلس حدود الأردنية السورية العراقية شكرا جزيلا لك من مدينة كونفتريا البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر